حمو النيل ودي التسمية الخاطئة أو حمو النيل وهو الاسم الأصلي أو الاسم المصبوط لكن حمو النيل هي التسمية الدارجة مع ارتفاع درجات حرارة الجو وزيادة معدلات الرطوبة ممكن يظهر على جلد بعض الأطفال حبوب صغيرة لونها أحمر هي دي اللي عرفت أو بتتعرف باسم حمو النيل أو حمو النيل والله أنا نفسي عايز أقولي التسمية صح بس خايف الناس تبقى فاكرة أن أنا بتكلم عن حاجة تانية أنا بتكلم عن حمو النيل يا جماعة حمو النيل ده أو حمو النيل بيحصل نتيجة اضطراب نشاط الغدد العرقية برضو تمام؟ أفضل طرق علاجه هو تجنب العرق خلاص؟ وتخفيف ملابس الطفل في الشهور الحرة أو في الأيام الحرة وإن الملابس حفظنا بقى تكون من القطن أو الألياف الطبيعية القطن والكتان والحاجات دي كلها استحمام الطفل برضو يوميا بماية فترة من أكتر الحاجات اللي بتفيد الأطفال إذا ظهرت عليهم هذه الأعراض أو هذا العرض تحديدا اللي هو النقطة الحمرة الصغيرة وأكيد تهوية أماكن وجود الطفل بشكل جيد أهم نصحتين في موضوع حمو النيل أو حمو النيل هما النصيحة الأولى إننا ما نقلقش منه أصلا خالص والنصيحة التانية ودي نصيحة مهمة أولا هي تجنب استخدام بدرة التالك بدرة التالك دي على فكرة فيه خلاص فيه أماكن كتيرة وفيه بلد كتيرة منعت استخدامها خالص وبتالي فيه حتى شركات كانت بتصنعها وقفت استخدامها بدرة التالك دي حاجة مش كويسة حاجة خطر بتزيد من سداد مسام الجلد فبالتالي هي بتزود الحالة بتزود حمو النيل مش بتعالجه وأنا بقول ليه الكلام ده علشان خاطر فيه كتير قوي كان يعني فيه أجيال طلعت في الحياة عندهم أمهاتهم لما كانت بتغير لهم وهم أطفال يعني الأطفال صغارين كان بعد ما يغيروا ويتنظفوا لازم كانوا الأمهات يرشوا بدرة التالك دي بدرة التالك اللي هي بالكاف تمام ودي ليها أخطار كبيرة قوي زي ما قلت لكم بتسد المسام تمام ولو فيه لسه بقايا سوائل بقايا مياه يعني نتيجة أن الطفل كان بيتنظف أو كده بتلزق فيها بدرة التالك دي وبتتحول لعجينة حتى لو إحنا مش شايفينها وممكن في التنايات كمان ده غير أثارها السلبية السيئة جدا على الصدر عند الأطفال فعشان كده أنا بقول لكم أرجوكم بلاش استخدام موضوع أو بلاش حكاية بدرة التالك دي خالص أخيرا بقى سبب التسمية بتاعة حمو النيل أو حمو النيل لأن هذه الحالة اشتهرت جدا في الشهور الحرة وتحديدا في نهايات شهر يوليو من كل عام وشهر أغسطس وبالكامل لأن هذا الأمر كان مرتبط الحالة دي كانت مرتبطة بفترات فيضان النيل منذ القدم زمان أوي من مئات سنين خلاص؟ فعشان كده دي الفترة دي كانوا بيسموها حمو النيل وكأنه فترة الفيضان دي هي الفترة التي يحمى فيها النيل أو كان النيل يعني بيكون في حالة من الحرارة أو من الشدة ليه فترة الفيضان فسموا هذه الحالة اللي كان بتظهر في الأوقات دي اللي زي ما تفانى يا ملعاش علاقة بالنيل خالص لكن ليه علاقة بالجو الحار وزيادة العرق فسموا هذه الحالة المصريين يعني قديما سموها حمو النيل وتدرج الاسم ويعني باستخدامه باللغة العمية لغاية ما بقى اسمه حمو النيل فدي كده كنت معلومة على الماشي يعني تمام؟